عندك التهابات تعباكي في بشرتك بشرتك ملتهبة بطريقة انت خلاص متضايقة منها في بقع داكنة في وشك في تسبغات عندك هالات سودة تحت عينك طب انا بقى هقولك على مصر هيبيع الحاجات دي كلها اسمعي اسمعي وما تضيعيش الفيديو من ايديكي ايوه هتندموا والله هتندموا هنجيبوا ايه بقى هنجيبوا اول حاجة الحبة السودة او حبة البرقة اللي هي دي اهي شايفينها هي دي هنجيبوا معلقة كبيرة ونتحنوها نتحنوها كويس قوي وبعد ما نتحنوها نضيفوا عليها ايه بقى العسل الابيض نضيفوا عليها معلقة من العسل الابيض ما عندي كيش عسل ابيض بدلي بالجرسلين تبديل بدل ما فيش عسل ابيض اعملي جرسلين بس انا بفضل يكون عسل ابيض نضيفوا المكونات دي على بعضيها نقلبوا كويس جدا اهم حاجة نقلبوا دي نقلبوا قوي وبعد كده نحطوا على بشرتنا وتحت عينينا عادي مفيش قلق مفيش ضرر ما تقلقيش وبعد كده نسيبوا المسك ده على بشرتنا لمدة ربع ساعة متواصلة بس اهم حاجة نغسلوا بشرتنا كويس ايه اوه تنسوا اوه اوه تنسوا الحتة دي نغسلوا بشرتنا كويس ونحطوا المسك ونسيبوا ربع ساعة على البشرة واحنا بنشيلوا نشيلوا كده بفضل بس خفيف قوي كده على وشنا ونعملوا بقى المسك ده من مرتين لتلات مرات في الاسبوع استمريتوا عليه هتشيلوا الالتهابات وهنشيلوا التسبغات وهنشيلوا البقع وهنشيلوا الهلالات جربوه ايوه والله ما هتندموا